السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كوريشية يوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل صدر مستفيل بغرزة جميلة جدا وشيك وسهلة. وناس كتير طلبتها مني لما عملنا البلوفر الرجالي. فكانوا طلبوا مني ان احنا نعملها بصدر مربع ان احنا نبتدي من فوق لتحت. واللي اول مرة تشوف عمالي. ما تنسيش تدوسي على الزرارة الاحمر اللي تحت الفيديو. دوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ونتابع مع بعض الخطوات والادوات. انا اشتغلت بخيط هيمالايا سوبر لوكس زي ما احنا شايفين. واشتغلت معي ابرا رقم تلاتة. انا اشتغلت على دوران الرقبة. زي ما احنا شايفين كده الجاكت مفتوح. الجاكت اللي احنا عملناه النهاردة هو هنركب له كباسين مش هنركب له ازرار. فلو انت هتعملي له ازرار فبتعملي فراغ ما بين كل سطرين او تلاتة او على حسب المساحة اللي انت هتشتغلها. ممكن تلاتة سنتي او خمسة سنتي على حسب المساحة اللي انت هتحدديها للزرائر. فانا هعمل كباسين بحيث انها تبقى سهلة للمبتدئين ما تبقاش صعبة لان اه موضوع العراوي بيبقى صعب شوية على المبتدئين. والغزة اللي احنا عملناه النهاردة هي سهلة وبسيطة اه والمقاسات احنا قلناها في الفيديو. وممكن برضو نعمله لأي مقاس سواء كبير او صغير. وحددنا برضو في الفيديو ان احنا ازاي نعمله اولادي وبناتي في اتجاه الزراير. لان في ناس كتير بتطلقبط في اتجاه الزراير. يعني ازاي نحنا نحدد الزراير فوق هنا تبقى بناتي ولا اولادي ولا الناحياة دي تبقى بناتي او اولادي. فحددنا الموضوع ده في نهاية الفيديو. اما لو انت هتعمليها بلوفر مقفول يبقى هتاخدي دوران الراس مش هتاخدي دوران الرأبة. ونتابع مع بعض الخطوات. قلتلك لو انت هتشتغل آآ مقفول او بلوفر سواء بلوفر او بلوزة. انت هتاخدي دوران الراس وتشتغل عليه سلاسل. اهم حاجة السلاسل لا تبقى ديقة قوي ولا وسع قوي. وطبعا الوسع والديقان ده آآ يرجع لك انت. اما لو هو مفتوح بالشكل ده يبقى هناخد دوران الرأبة. وهنزود عليه من اتنين سنتي لاربعة سنتي. يبقى بناخد دوران الرأبة وبنزود من اتنين لاربعة سنتي. فانا اخدت دوران الرأبة وزودت عليه اربعة سنتي علشان كده اداني سبعة وعشرين سنتي. نتابع مع بعض باقي الخطوات. اول حاجة هنعمل السلاسل بتاعتنا. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. نكمل وارجع لك. زي ما احنا شايفين كده انا عملت سلاسل. عددهم ستين سلسلة. دلوقتي هنقسهم مع بعض. طلعت معي سبعة وعشرين سنتي. سبعة وعشرين سنتي. قلنا ان احنا بناخد دوران الرأبة. زائد اتنين سنتي. او اربعة سنتي. او اربعة سنتي. بقى كده طلعت خمسة وعشرين سنتي لو زودنا اتنين سنتي. او بنزود اربعة سنتي. فالعدد طلع عندي سبعة وعشرين سنتي. زي ما احنا شايفين كده التأسيمة بتاعة السلاسل. انا عندي هنا في المقدمة حداشر سلسلة. والناحية دي حداشر سلسلة. علشان هنعمل كباسين. وممكن برضو لو هتعملي زرائر. بحيس ان انا بعمل مرض للجاكت. عندي هنا في الظهر. آآ خصصت سبعتاشر سلسلة. عندي هنا على كل كده خصصت تسع سلاسل. عندي هنا في الزاوية سلسلة. وفي السلسلة دي هشتغل فيها تلات عواميض. انا هنا المفروض اعمل آآ تمنتاشر سلسلة. بس آآ انا عندي الغرزة محتاجة عدد فردي. فيا اما تعملي سبعتاشر غرزة يا اما هتعملي تسعتاشر غرزة. المهم يطلع معي عدد فردي. يبقى سبعتاشر تسعة تسعة حداشر حداشر. دي تقسيمة الصدر المستطيل بتاعني. بعد ما عملنا الستين سلسلة. هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة بمثابة عمود. هاجي هنا في الغرزة رقم ستين. وهاشتغل العمود الثاني. العمود الثالث. الرابع. هكمل وارجع لكم. كده انا اشتغلت الحداشر عمود زي ما احنا شايفين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. بعد كده في السلسلة اللي في الزاوية هشتغل فيها تلات عواميات. واحد. اتنين تلاتة. بعد كده هشتغل التسعة عواميات اللي موجودين على الكتفة. واحد. اتنين. تلاتة. هكمل وارجع لكم. انا كده اشتغلت التسعة عواميات اللي موجودين على الكتف. الجرزة رقم عشرة. هشتغل فيها تلات عواميات. واحد. اتنين. تلاتة. دي الزاوية التانية. بعد مخلصت الزاوية التانية هنشتغل السبعتاشر عمود او تسعتاشر. على حسب التأسيمة اللي انت هتقسميها. المهم يطلع عدد فردي. انا كده خلصت السبعتاشر عمود زي ما احنا شايفين. بعد كده هنعمل الزاوية التالتة. هاجي هنا في الغرزة اللي بعد العمود السبعتاشر. هاجي واشتغل عمود التاني. التالت في نفس المكان. دي كده الزاوية التالتة. بعد كده هنشتغل التسع عواميات. واحد. اثنين. اكمل وارجع. انا كده اشتغلت التسع عواميات. بعد كده هنشتغل الزاوية الرابعة. هاجي هنا بعد تاسع عمود. هاجي هنا في الغرزة. السلسلة اللي هي الزاوية الرابعة. واشتغل تلات عواميات في نفس المكان. دي كده الزاوية الرابعة. بعد كده اشتغل الحداشر عمود الاخار. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الصدر الاول. ده شكل الصدر المستثيل. زي ما احنا آآ عملنا مع بعض. عندي هنا على كل كتف تسع عواميد. وعندي هنا في الامام. عندي حداشر عمود في كل ناحية. وعندي هنا في الظهر. سبعتاشر غرزة. السطر اللي بعد كده. هرتفع واحد اتنين تلاتة ولفق الشغل. الغرزة اللي بعد كده هشتغل حشو. الغرزة التالتة هشتغل عمود. الغرزة الرابعة هشتغل حشو. الغرزة الخمسة هشتغل عمود. الغرزة اللي بعد كده هشتغل حشو. الغرزة اللي بعد كده هشتغل عمود. لحد ما اوصل عند الزاوية. مرة حشو. ومرة عمود. مرة حشو. ومرة عمود. طيب انا وصلت عند الثلاث عمود اللي في الزاوية. هشتغل فوق اول عمود. هشتغل غرزة حشو. عندي العمود الثاني هشتغل عمود التاني التالت. ثلاث عواميض فوق العمود اللي في النص. طيب العمود التالت اللي في الزاوية هشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل عمود. بعد كده حشو. بعد كده عمود. بعد كده حشو. عمود. عمود. حشو. عمود. عمود. وصلنا عند الزاوية التانية برضو ثلاث عواميض. هاجي فوق اول عمود من الثلاث عواميض هاخد حشو. طيب العمود اللي في النص هشتغل فوقه فوقه تلاث عواميض. واحد. اتنين تلاتة. دي الزاوية. طيب العمود التالت هشتغل غرزة حشو. واشتغل بعد كده نفس الخطوة. بعد الحشو عمود. وبعد العمود حشو. لحد ما اوصل عند الزاوية التالتة. هكمل وارجع لكم. وصلت لحد الزاوية التالتة. واخر حاجة احنا اشتغلناها عمود. عندي هنا فوق اول عمود من الزاوية هشتغل غرزة حشو. والعمود اللي في النص هشتغل فوقه تلاث عواميض. واحد. اتنين تلاتة. والضلع التالت او العمود التالت اللي في الزاوية هشتغل جرزة حشو. بعد الحشو هشتغل عمود. بعد العمود حشو. وكذا لحد ما نوصل عند الزاوية الرابعة. وصلت عند الزاوية الرابعة. نفس الكلام اخر حاجة احنا اشتغلناها العمود. بعد كده زي ما احنا شايفين كده دي الزاوية. اول عمود هشتغل فوقه حشو. والعمود اللي في النص هشتغل فوقه تلات عواميض. والعمود التالت هشتغل غرزة حشو. بالشكل. حشو. بعد كده العمود اللي في النص هشتغل ثلاث عواميض. واحد. اتنين. ثلاثة. العمود التالت هشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل بعد الحشو عمود. وبعد العمود حشو. لنهاية الصدف. انا كده خلصت وفضل لي اخر غرزتين. انا نهيت بغرزة العمود وهخلص معاكم اخر عمودين. عندي هنا بعد العمود هاخد حشو. واخر حاجة فوق الثلاث سلاسل في تالت سلسلة هياخد عمود. فوق تالت سلسلة هشتغل عمود بلف. ميش كده? يبقى انا هنا بعمود ونفتكر ان احنا ابتدينا بارتفاع تلت سلاسل. يبقى البداية زي النهاية. بعد كده هرتفع سلسلة ولف الشغل. انا عندي هنا العمود هشتغل فوقه حشو. فوقه حشو. طب والحشو هشتغل فوقه عمود. العمود هشتغل فوقه حشو. والحشو هشتغل فوقه عمود. علشان من اطلق بطش. انا عندي هنا الزاوية هي. فعندي هنا العمود اللي في النص هحطه فيه ماركر. بالشكل ده. عندي هنا الثلاث عواميد. العمود اللي في النص هحطه فيه ماركر. بالشكل ده. العمود اللي في النص. نفس الكلام. الزاوية اللي بعد كده. يجي هنا فوق العمود اللي في النص واحط مرقب. اخر زاوية برضو نفس الكلام. هيجي هنا في العمود اللي في النص واحط المرقب. بالشكل ده. عشان يسهل علي الشغل. طيب احنا اخر حاجة اشتغلنا عمود. عندي هنا فوق العمود هشتغل حشو. وعندي هنا فوق الحشو هشتغل عمود. وكمل بنفس النمط لحد ما وصل عند المرقب. انا كده وصلت عندي الزاوية واخر حاجة اشتغلتها العمود زي ما احنا شايفين. وفاضل عندي الزاوية. التلات عوامين. واخر حاجة اشتغلتها عمود. فوق اول عمود هشتغل جرزة حشو. وهشيل المرقب. وعندي هنا العمود اللي في النصف. هشتغل تلات عوامين في نفس المكان. واحد اتنين تلاتة. انا بحاول اسهل لكم الزاوية دي لما نعملها صدر مربع او صدر مستطيل. هاجي هنا في العمود اللي في النصف واحط المرقب. بعد كده عندي العمود التالت اللي في الزاوية العمود التالت. هشتغل فوقه وغرزة حشو. انا عندي هنا بعده وغرزة حشو. يبقى هشتغل فوقها عمود. عندي هنا عمود. هشتغل فوق وحشو. عندي هنا حشو. هشتغل فوق عمود. او العمود بقى هنا هو هشتغل فوق وحشو. والحشو بقى هنا هو. هشتغل حشو. عمود. هكمل معاكم لحد الزاوية علشان نشوف مع بعض. اوه. غرزة الحشو هشتغل فيها عمود. وصلنا عندي الزاوية. فوق العمود هنا هشتغل غرزة حشو. والعمود اللي في النصف هشتغل تلات عميد في نفس المكان. واحد اتنين تلاتة. واجيب المركر وحط المركر فوق العمود اللي في النصف. ممكن تشتغل مغير المركر وممكن برضو تشتغل بالمركر عشان يسهل عليك. بعد كده عندي هنا العمود اللي هو تالت عمود في الزاوية. هاجي واشتغل فوقه حشو. الحشو هي. اللي بعد كده هشتغل فوقها عمود. العمود هشتغل فوقه حشو. سهلة جدا وبسيطة. اكمل بنفس النمط لنهاية السطر. وصلنا لاخر جرزتين زي ما احنا شايفين. واخر حاجة احنا اشتغلناها جرزة حشو. بعد الحشو هشتغل عمود فوق الحشو. اللي في السطر اللي قبله. وعندي هنا اللي ارتفاع التلات سلاسل هشتغل جرزة حشو فوق تالت سلسلة. يبقى انا كده نهيت بغرزة حشو. وهنلاحز برضو ان احنا ابتدينا بغرزة حشو. اول ما ابتدينا ابتدينا السطر بغرزة حشو. ونهينا برضو بغرزة حشو. السطر اللي بعد كده هو تكرار للسطر التاني. يعني اول سطر العواميد. تاني سطر ابتدينا اه ارتفاع تلت سلاسل. السطر التالت ابتدينا بغرزة حشو. السطر اللي بعد كده برضو هنبتدي واحد اتنين تلاتة بتلت سلاسل بمثابة عمود. تبقى سطر بنبتدي بيه تلت سلاسل والسطر اللي بعده غرزة حشو. سطر تلت سلاسل والسطر اللي بعده بنبتدي بغرزة حشو. هنلف الشغل. انا كده ارتفع تلت سلاسل بمثابة عمود. طيب العمود اللي بعد كده هشتغل فوق غرزة حشو. غرزة الحشو هشتغل فوقها عمود. غرزة سهلة وبسيطة. العمود بنشتغل فوق غرزة حشو والحشو بنشتغل فوق غرزة عمود. هنشتغل بالطريقة دي لحد ما نوصل عند الماركر. زي ما احنا شايفين كده. انا اخر حاجة اشتغلتها غرزة عمود. ووصلت عند الزاوية. عندي هنا التلات عواميد اللي في الزاوية هشتغل فوق اول عمود هشتغل غرزة حشو. والغرزة اللي في النص. هشتغل فوقها تلات عواميد اللي هي الزاوية. واحد اتنين تلاتة. وبرضو في العمود اللي في النص هحط الماركر. بالشكل ده. عندي هنا بقى في العمود التالت اللي في الزاوية هشتغل غرزة حشو. وعندي هنا في الحشو هشتغل عمود. وعندي هنا عمود هشتغل جرزة حشو. بعد كده عمود. حشو. هشتغل بالطريقة دي لحد ما وصل برضو عند الزاوية. زي ما احنا شايفين كده شكلها ظهر معنا شكلها جميل جدا. زي ما احنا شايفين كده وصلنا للزاوية التانية. واخر حاجة برضو اشتغلناها عمود. عندي هنا في الضلع الاول من التلات عواميد. عندي هنا تلات عواميد هون في الزاوية. فوق اول عمود هشتغل جرزة حشو. العمود اللي في النص هشتغل تلات عواميدة. واحد اتنين تلاتة. والعمود التالت هشتغل جرزة حشو. بعد كده على طول بلاقي جرزة حشو ويبقى هشتغل فوقها عمود. والعمود فوقه حشو. والحشو فوقه عمود. بالشكل. وهشتغل بنفس النمط لحد ما وصل عند نص دوران الصدر المناسب. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا لطول القبط المناسب. وبرضو وصلنا لنص دوران الصدر المناسب. زي ما احنا شايفين كده شكل الجرزة جميل جدا. واضح كده في الكاميرا. ده شكل الجرزة. هنقيس مع بعض. عندي كده نص دوران الصدر. خمسة وعشرين ونص لستة وعشرين. زي ما احنا شايفين كده. ده كده نص دوران الصدر للجل. طيب عندي هنا طول حردة القبط حداشر سنطر. وعندي هنا فتحة حراس حوالي عشرة سنطر. حوالي عشرة سنطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنعمل ايه? هنقفل الجزء اللي عند القبط. علشان نحدد فتحة الدراعة. اخر حاجة انا اشتغلتها عمود زي ما احنا شايفين كده. فنرتفع سلسلة. ونشتغل فوق العمود حشو. وفوق الحشو عمود. حشو. عمود. حشو. عمود. هنشتغل بالطريقة دي لحد ما نوصل عند الزاوية. وصلت هنا عند الزاوية زي ما احنا شايفين كده الثلاث عواميض. وصلت عندي الثلاث عواميض. فاشتغلت فوق اول عمود غرزة حشو. وعندي هنا العمود اللي في النص. هشتغل فوقه عمود. عندي هنا كده. الناحية الثانية الزاوية الثانية عشان احدد فتحة الدراع. فعندي هنا عمود وهشتغل هنا عمود. فهياخد سلسلة. اما تغلي سلسلة او تلت سلاسل او خمس سلاسل. على حسب نص دوران الصدر او دوران الصدر اللي بطفل. بعد كده هاجي هنا في الزاوية الثانية. وهياخد في العمود اللي في النص. العمود اللي في النص. هياخد فوقه عمود. يبقى انا كده خدت عمود سلسلة عمود. عندي هنا العمود اللي بعد كده هياخد فوقه حشو. الحشو هياخد فوقها عمود. العمود هياخد فوقه حشو. الحشو هياخد فوقه عمود وهكزا لنهاية السطر. مرة عمود. ومرة حشو. اكمل وارجع لكم. وصلت عند الزاوية الثانية زي ما احنا شايفين كده ادي التلات عمود. واخر حاجة اشتغلناها هي العمود. عندي في التلات عمود فوق الزاوية. هيجي فوق اول عمود وهياخد غرزة حشو. وعندي فوق العمود اللي في النص هياخد عمود واحد. بعد كده هياخد سلسلة فاصل بينها وبين العمود اللي موجود في الزاوية التانية. وفي نفس الوقت هي توسيعة برضو للجاكت. عندي هنا التلات عمود. هشتغل فوق اول عمود اللي في النص هياخد عمود. يبقى كده عمود سلسلة عمود. طيب العمود التاني هياخد فوقه حشو. والحشو هياخد فوقها عمود. العمود هشتغل فوقه حشو và الحشو هشتغل فوقه عمود. هشتغل بالطريقة دي لنهاية القصة. كل عمود هشتغل فوقه حشو وكل حشو هشتغل فوقه عمود. ده كده الحردة التانية او الدراع التانية. اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو. زي ما بدأنا في اول السطر بالزبط. ده شكل السطر بتاعنا. بعد ما عملنا حردة الدراع. بالشكل ده. ده الصدر بتاعنا هون. بعد كده الموضوع سهل جدا. احنا قلنا ان احنا نهينا بغرزة حشو. يبقى هنبتدي واحد اتنين تلاتة. السطر الجديد تلات سلاسل بمثابة عمود. عندي هنا العمود فوق حشو. عندي هنا الحشو فوق عمود. بعد كده حشو. عمود. حشو. عمود. اكمل وارجع. وصلنا عند حردة الكم ازاي ما احنا شايفين عندي هنا جرزة حشو. عندي هنا عمود. فوق الحشو هشتغل عمود. وفوق العمود هشتغل جرزة حشو. وصلنا عندي السلسلة اللي احنا خدناها زيادة تحت الابط لتوسيلة الصدر. في السلسلة دي هشتغل عمود. وقلنا ان هي فاصل بين العمود والعمود. يبقى كده خدت حشو عمود. طيب العمود اللي هنا هشتغل فوقه حشو. بعد كده الحشو هشتغل فوقه عمود. زي ما احنا شايفين كده. واشتغل بنفس النمط لنهاية السطر. فوق كل عمود هشتغل حشو وفوق كل حشو وهشتغل عمود. ولازم تميزي بين غرزة العمود وغرزة الحشو. يعني زي ما احنا شايفين كده دي غرزة العمود. ودي غرزة الحشو. زي ما احنا شايفين كده. دي غرزة العمود. ودي غرزة الحشو. ده شكلها. وده شكل العمود. فعندي هنا فوق العمود هشتغل غرزة حشو. وعندي هنا فوق الحشو هشتغل عمود. وصلت عند الحرد التانية زي ما احنا شايفين عندي هنا غرزة حشو وهنا عمود. وعندي هنا السلسلة والناحية التانية عمود وبعدين حشو. فعندي هنا فوق الحشو هشتغل عمود. انا اخر حاجة اشتغلتها غرزة الحشو. فوق الحشو هشتغل عمود. وعندي هنا فوق العمود هشتغل حشو. وعندي هنا في السلسلة اللي احنا اشتغلناها بين الناحية دي والناحية دي هنشتغل فوقها عمود. بالشكل. وعندي هنا العمود هشتغل فوقه حشو. الحشو هشتغل فوقه عمود. بعد كده حشو. عمود. بالشكل ده. ووريتك شكل العمود ووريتك شكل الحشو. عشان ما تطلق بطيش. ولازم تركزي وانت بتشتغل. عندي هنا هاخد حشو. وهنا هاخد عمود. وكمل بنفس النمط لنهاية السطر. انا كده نهيت بعمود. زي ما ابتدينا بالزبط. هقول لكم على حاجة كمان في تركيب الزراير. انا عندي الجاكت اهو. لو الزراير النحية دي. يبقى الجاكت للاولاد. لو الزراير النحية دي. انا اسهل لكم بدل ما اعملكوا كده. واقول لكم الزراير في انهي التجاه. فانتو هتطلق بطه. لكن لما تبقى النحية دي. يبقى انتو ممكن تنتبه معي اكتر. بقولنا الزراير لما تبقى النحية دي. نحية اليمين. نحية العكس القلب. هتبقى اولادي. طب لما الزراير تبقى نحية القلب. النحية دي. هيبقى الجاكت بناتي. كده. فاحنا نقفله بالشكل ده. يبقى كده صدر بناتي. طب لو قفلناه بالشكل ده. يبقى صدر اولادي. سهلة وبسيطة. هنعدل الجاكت تاني. بحاول برضو ان انا اسهل لكم الموضوع. وبكده الصدر المستطيل بيبقى خلص معنا. طبعا انت بتعملي الاكمام. بتكملي الاكمام. وبتطولي الجاكت على حسب الطول اللي انت محتاجات. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو انك ممكن تركبي زراير او ممكن تركبي كباسين. انا ما عملتش عراوي على اساس ان انا هركب كباسين ضغط للجاكت. زي ما احنا شايفين كده. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد. والاول مرة تشوف اعمالي. ما تنسيش تدوس على زرارة الاحمر اللي تحت الفيديو. دوس على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير. مع السلامة.